السلام عليكم كنتمنى تكونوا بخير وكملين بكم على خير مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم اجبت لكم واحد شكيلة اللي هي رائعة دي القفتنة اللي فيهم الطرز وفيهم التنبات وبزاف ديال الخديمات واحد مجموعة كبيرة اللي كاملين مصورين بالفيديو بقوا معايا تالاخير فيديو مشاهدة ممتعة كيف قلت لكم مرة اخرى باللي اللي بيست بحال هكدا او للزوقة تبحال هيدا كيعطيونا بزاف ديال الافكار باش كان اخدوهم وفنفس الوقت كنشطوا العقل ديالنا مي كنكونو هندخلو شي مشروع اول شي حاجة كتكون عنا فكرة وكنكونو شوفنا الخديمة وفنفس الوقت الزوقة تبحال هيدا مي كيشوفهم اي وحدا خصد دخول في مجر ديال الخياطة كتزيد تعجب الخياطة وكتزيد تنشطة واللي كيخليها تاهية انها تبتاكر وتزيد تخدم عليها انا جيبت لكم هاد شكيلة هادو وفنفس الوقت هتاخدو منهم افكر ديال الالوان كيف كتشوفو هنا يكينين بعد بياسات اللي فيهم واحد جرأة كبيرة في الالوان اللي مخلطين الموب مع الخضار مع الحمار ومخلطين بعض اللوينات اللي مبدلين شوية وهناي غا نجاوب على بعض الاسئلة بعد بنت اللي يقولوا لي باللي هما بغيين يبدو مشروع ديال الكراء او لا مشروع ديال الخياطة ما يفتحو محد بالحق هما ما عندهم مش راس المال الشي اذا كنت يتيقى في راسك وكانت عندك شي خدمة مزيونة وشي حاجة واعرة تقدر تسلف واحد المبلغ وتبدأ في بيه هاد المشروع بالحق اهم حاجة هي تكم تياقنا من راسك باللي عندك الخدمة مزيونة وباللي عندك قدرة انك تجيب الكليين وبالنسبة للناس اللي يقولوا لي احنا يا فضار وما عندناش الكليين والو الكليين ما يمكنش يجيوا عندك هما الراسهم خصك انت هنا تجيبهم باش غا تجيبهم الخديمة ديالك الشي دا عندك الخديمة مزيونة وخدمتي شي حاجة مزيونة لشي واحد بطبيعة الحال ذاك الانسان اي واحد شف جلابه اللي يلابس او لا شف القفطان اللي يلابس بطبيعة الحال غاي ساقسي وفين جات هاد الخياطة اللي خيطت لك هاد الخديمة هادي اللي مزيونة عليها دائما كنقول لكم باش يجيوا عندك الكليين طال الدر خصك تكون عندك شي خديمة مبدلة شي حاجة مزيونة ومبتكرة حيث كيف كتعرفوا الناس قليل فين كيمشيوا للدر وحاجة اخرى خصك دايما تعمل بالاسباب شنو هما الاسباب اول حاجة خصك دائما تشعل صورة البقرة في الدر يا تبغيتي تقراها تبارك الله ما بغيتيش تقراها غيش على في الدر دائما وثاني حاجة خصك مين تخدم شي زواقة مزيونة اول شي حاجة خصك تصورة مع فلاش بطبيعة الحال باش تكون كتعطي الشعلة وبطبيعة الحال كتعمل فيسبوك اولا كتعمل انستغرام وبهذا الطريقة كتقدر تجبدلي لك الناس انا غير بارح اضربت واحد دورة هيدا في الفيسبوك كنشوش انه كاين مع انا ما كنتدخلش الفيسبوك بزاف وانا نجبر واحدا نزلت الجلابة وش حال من واحدا كتكتب لالتاحيت وواش هادا الجلالب كين ينواجدين راحنا يبغينا نشريوهم واش كين تجلابة بحال هادي واش كين تجلابة بحال هادي يعني الناس اعطيهم شي حاجة مزيونة ارغي يشريو من عندك وهي الحاجة اللي عندك رقينا عند بالعضل خياطين كل شي عامل بحالك وما يجيو يشريو من عندك انتينه قليل وبالنسبة للناس اللي كيقولولي بلي مشروع ديال البيع ديال الحواجي اللي غاعملو ديال الجلالب وذك شي واش غا يدخلو تالخديمة الليد الخديمة الليد كتبقى على حسب انتينه شمو موطع ساكنه فيه والناس اللي كتعرف انتينه واش كيخدمو بليد ولا كيخدمو غير بالماكينة مثلا احنا ايهنا في طنجة اذا خدمتي ليد ركاينين الناس اللي كيخديو ليد انا ما كنكون في الماحل دائما كنت كندخل ليد علاش حيتش هامل وحدا كتجيك كتقول لي لا انا خسني جلابة باليد متاناشي زواق عاجبة بالحق هي خس بليد ما خساشي بالماكينة كيني الناس اللي ما يقدروشي يلبسو شي حاجة بالماكينة كيجبو ميلبسو بياسة بليد يعني تريس ناتو طفيرة مخدومة بليد ما عندو مش مشكلة لديو جلابة متانا مطروزة بالماكينة مش مشكل اهم حاجة هي دك تريس ناتو دك طفيرة تكون مخدومة بليد بطبيعة الحل بها الطريقة على ضروري ما عان عملو بياسات اللي بليد بالحقي دا كنتين تين ساكنه في شي موطع مثلا فاس ولا مكنا سولا في شي موطع اللي اصلا الناس ما كيديوشي بياسة دا ليد ومتينه ما كتعرفشي الناس اللي كي لبسو بياسة دا ليد فهاد القضية من احسن ما تعملشي بياسات بليد باش تتفادى انهم يبقوا لك تما او لا تضطر انك تبيعهم بنص ثمن ونزيد لكم واحد حاجة ارا بالنسبة للخياطة دا ليد ارا ماشي زيدة بزاف على الخدمة دا ماكينة ارا تقريبا واحد زيادة ديال واحد مياد درهم حيتيش بزاف دا الناس اللي كيكونوا غلطين كي يجيب لهم الله ارا الخدمة دا ليد ارا زيدة واحد ثمن كبير بزاف بالحق هنا احنا احنا قدروا ميخدموا شي حاجة بليد كنقوها واحد ثمن اللي هو كبير حيتيش الناس كي يجيب لالله باللي الخديمة ديال اليد طالع في الثمن على حسب الماكينة نسبة اللي بنات اللي غير كينبتو وصافي او لغاية كانت تعمل طرز تنباتو صافي كانت تمنى تكونوا شبارتو هيدا شي طريف ديال دكتوي بلي قلت لكم ديال بوتاجي او ديال فيلترو عملتو هيدا شي زواقت اللي دبا حاليا قلسين وما عندكم شي الخدمة باش توجيب من رمضان او للشعبان حيتاش نغرد شعبان ومين يدخل رمضان ومين هنوريكم الزواقت اللي خدمت انا تباعو لي هيبقى فيكم بالحالة تقولوا ياريت كنت نوجد تحناية وكنا نبيعوهم تحناية حيت ضروري غنشارك معكم الطريقة كيفاش تباعو ومشار بيعتم وفي اي وحدا اي وحدا شفتش زواقه تقدروا بيعتم وفي اي وحدا شفتش زواقه تقدر تضيها او تبشي تشري عليها جلابه وفي نفس الوقت هتتقام لها رخيسة بزاف جلابه يعني في هذا الحالة كل شي استفد اللي خصت خيات جلابه تستفد وانتي نغرد تستفد هتكون شتوه ديالك خدمتي فيها تقدر يعني ترتاح كيف ما بغيتي حيتاش تكون خدمتي في واحد الفترة اللي ما كانش فيها الشغول فعود تبقى غير قلسة من احسن اخدم وبالنسبة اللي كينبتو او لا كينبتو او لا كينبتو او لا كينبتو او اي حاجة وما عندهم شغول الفترة اللي تقدروا تشبروا فيها الخياط او للخياطة هي شعبان ورمضان بهذا الطريقة اذا تعاملتوا معاهم زيان وخدمتوا لخديمة مزيانة او بطبيعة الحارة ما يقدرش يستغنع عليكم وخصوصا اذا كانت عندكم الخديمة بتقوله يبقى دائما يعطيكم الخديمة في الشتوى باش يبقى محافظ عليكم ويجباركم في رمضان وفي العيد الصغير وبالنسبة لأي وحدة خدمة معا شي خياط وما كي خلصا شي تبدلوا بيدون تردوا تبدلوا اعطى الله الخياطين اخرين ولا الخياطة اخرين منطيحو شي براسكم وتبقوا خدمين بنص تعمل وواحد اخر يربح بمرطهر ديالكم كيف ديما نبغيكم تكونوا دايما قويين وتكونوا دايما شجاعين ومتحمسين وتشي حاجة بتحطمكم ولا تنقص منكم تطريف دايما كنوا بتخري بالخديمة ديالكم وتقولوا الحاجة ديالكم واي وحدة عنده شي هادة في حياته خصك توصلينه باي طريقة اهم حاجة هي انك تخدم على داك الحاجة اللي خصك توصلها را عا توصلها اكيد عا توصلها طبيعة الحال بيدي الله وتوكل على الله دائما تكون عندكم تيقة كبيرة في الله بشر بيه عاونكم ما تستنوا من تشي واحد انه يشبرلك في داك ويزيدك داك الهضرة ديال مسلسلة هديك هي ما يحتشي حيدة من بالك فهذا الزمن كل واحد كيعول على راسه هادة ما كيستنى من هذا انه يزيد بيك القدم حيتش كل واحد راسي يا راسي لذلك شبر في يدك راسك يدك في يدك راسك وزيد وشوف شنه يخصك تعمل ما تستنى شي بشي واحد يعونك ولا يوقف معك ولا يوريك ولا يعملك ولا تشي حاجة دايما عول على راسك وما يبقاش فيك الحل اذا ما وقفش معك شي واحد ما العائلة او لم الصحاب او لم الناس اللي قرابين للك ما تدعش فيهم مرة وما تعطيهمش الفرصة انك تتغير حيتش هما ما وقفوش معك حيتش اذا عطيتهم غير فرصة انك تتغير عليهم راهدا بحلي كتهرس راسك بهذا الطريقة وكتعصب راسك وانا ما نبغيك شي تكون معصبة نبغيك تكون فرحانة ونشطانة ومتحمسة ونشط راسك براسك ما تستنى من توحد يفرحك ولا ينشطك وكن شكاركم مزف وكنتمنى يكون عجبكم بهذا الفيديو ونكون خفيفة وضريفة على قلوبكم وشكرا مزف على التعليق ديالكم اللي مزيونة وكتفرحوني بها دائما ونخلكم مع الفيديو باش تزيدوا تشوفوا الاشكال اللي كينين ديال قفطنا تهراية ومشاهدة مبتعة وبيبي مع السلامة الى فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة